حياكم الله يا جماعة اسبوع جدا مهم بهذا اسبوع حنشوف بالضبط كم الفائدة حاليا وكم الفائدة حترتفع وأيضا في بعض الأحداث كانت موجودة بهذا الاسبوع لازم نتكلم عنها ومن أهمها أنه اليوان ممكن أن ينقبل كوسية الدفع في عمليات بيع النفط للصين وأيضا بوتن قال أنه ممكن أن يقبل الذهب كوسية الدفع في عمليات بيع النفط خلينا نتكلم خطوة بخطوة عن هاي الأحداث ونشوف إحنا كمداولين شو لازم نعمل حاليا خليكم ويانا بهذا الفيديو قاهلا بكم طبعا هذا الاسبوع في عندنا بعض الأحداث لازم نتكلم عليها واللي هي أهمها احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة طبعا هذا الشي سيكون يوم الثلاثة يوم الثلاثة طبعا خلينا نفتهم حاليا وضع التضخم حاليا هو 7.7 أكو احتمالية جدا عالية أنه يتم هبوطه إلى 7.3 في حال التضخم ما هبط هذا الشي ممكن أنه يؤدي إلى رفع الفائدة أكثر من 50 نقطة خلينا حاليا نمشي خطوة بخطوة نشوف شنو ممكن يصير خلينا نقول أن وضع التضخم كان إيجابي وتم هبوطه عن 7.7 فهذا الشي ممكن أن يتم رفع الفائدة 25 نقطة أو 50 نقطة وهو هذا المتوقع ولكن إذا كان التضخم أعلى من 7.7 هذا الشي ممكن يؤدي لرفع الفائدة أعلى من 50 نقطة طبعا بهاي الحالة أنتم ممكن تشوفون الذهب والعملات في هبوط طبعا خلينا ننبه إلى نقطة جدا مهمة أنه حتى لو كان تضخم ماشي باتجاه إيجابي يعني كان قال عن 7.7 ممكن أن نشوفه 7.3 أو أقل أو حتى لو أعلى بشوية ممكن أن يكون رفع الفائدة 50 نقطة وممكن يعلوها شوية لأن في بعض الأحداث جدا مهمة كانت موجودة سبوع الفات ممكن أن تؤدي إلى هبوط الدولار ومن أهم هاي الأحداث اللي هو الاجتماع اللي كان بين صين والسعودية وطبعا من أهم النقاط اللي كانت موجودة بهذا الاجتماع واللي هي بينت أنه فيه إمكانية قبول اليوان الصيني في مبيعات النفط للصين هذا الشيء ممكن يقوّل اليوان الصيني ومما يؤدي إلى ضعف الدولار فهناه احتمال جدا عالي أنه نشوف الفائدة ممكن ترتفع حتى يبقى الدولار محافظة على وضعه حاليا وأيضا فيه موضوع ثاني واللي هو أنه بوتين قال أنه فيه احتمالية أن يتم قبول الذهب في عمليات بيع النفط طبعا هذا الشيء كان مخطط له من زمان جدا وأيضا كان هناك بعض المقالات تبين هذا الشيء فكل هاي الأسباب احتمال ترفع الفائدة خمسين نقطة أو أكثر وخلينا حاليا نتكلم كمداولين إحنا مع هاي الأحداث شنو لازم نعمل حاليا أنت دا كنت مداول مبتدأ أو متوسط خليك بعيد حاليا إلا دا أنت كنت فاهم بنظام الشمعات وممكن تفوت بصفقات جدا سريعة فهذا الشيء ممكن أن تحقق منها أرباح أما إذا أنت ما عندك المعلومات الكافية حاليا بالتداول فما أنصحك حاليا بهذا الوقت أنه تفوت خاصة يوم غد يوم ثلاثاء حيكون يوم جدا صعب فإحنا خلينا نشوف حاليا تحليل البيتكوين إذا تشوفون إحنا بعدنا في الترند الهابط يعني هذا الترند كان بادي يوم 22.5 للآن إحنا ماشيين فيه ما في أي شمعة حاولت تتعدى هذا الخط وإذا تشوفون في موجود عندنا هاي المقارمة موجودة هنا واللي هي كانت دعم عند منطقة الـ 18 ألف حاليا هي مقاومة احتمال لو كان فيه شيء إيجابي باتجاه السوق فممكن من صعب أن نتجاوز هاي المنطقة خاصة أنه إحنا نزال لترند الهابط وأيضا في عندنا منطقة المقاومة هنا جدا قوية بالإضافة إلى متوسط المية فإحنا حاليا أسفله مثل ما قلت إلا في حال أنه أنتم متمكنين من نظام الشمعات فاهم الشمعات بتضبط نماذجها وممكن أن تفتح صفقات وتغلقها بسرعة وتحقق ربح جيد فهذا الشي يعود إليك أتمنى كان هذا الفيديو مفيد إلكم كان وياكم ويد النقيب تحياتي إلكم